حياكم الله مجددا في أهلاء من الأخبار المبشرة التي ظهرت في الفترة الأخيرة ومن مصادر أقدر أقول عليها موثوقة لأن دائما هذه الأخبار شوي المصادر فيها إشكالية فكرة التوصل إلى علاج يؤدي إلى حلول نهائية للشفاء من السرطان عفاكم الله جميعا وأوقاكم تداولت كثير من المواقع ومن الفترة الحسابات الإخبارية مثل هذا الموضوع بعد تداوله أصدرت الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي بيان أبقر عليكم باختصار جزئية منه بنوسعها مع ضيف اللي موجود في الاستوديو البيان يقول تود الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي إضاح ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن دراسة حديثة تم إعلان نتائجها مؤخرا في مؤتمر الجمعية الأمريكية للأورام الدراسة شملت عددا من مرضى سرطان المستقيم في المراحل المبكرة الثانية والثالثة تلقى المرضى خلال هذه الدراسة العلاج المناعي لمدة ستة أشهر وكانت النتيجة اختفاء كامل للسرطان لكل المرضى المشاركين في هذه الدراسة دون تدخل جراحي ثم أورد بعض التوضيحات إلى أن نتائج الدراسة مبشرة ولكن من المبكر تبني نتائجها حاليا وقد يكون لها شيء مستقبلي مختلف عدد المرضى الذين شملتهم الدراسة يعتبر قليل بالمعايير الطبية المعتبرة والدراسة شملت مرضى المراحل المبكرة وفترة المتابعة قصيرة نسبيا ستة أشهر وقدرت العادة على المتابعة وبنعرف التفاصيل مع ضيف الكريم اللي معي في الاستيديو لكن هذا البيان ليش قرينا جزئية منه لأنه يعطي تأكيد على صحة الخبر أنه فعليا في تجارب عملت على دواء أدى إلى علاج كامل لهذا المرض دون تدخل جراحي فكرة العينات المدة مستقبل العلاج استخدامه توفره كلها بنحاول نعرفها الآن مع ضيف الكريم الدكتور حمد العمر وهو استشاري أمراض وسرطانات الدم ومؤسس البركز الوطني لأمراض الدم والأورام بالرياض دكتور مساء الخير وحياك الله معنا فيه مساء النوري أهلا وسهلا سعيد بستطافة أهلا وسهلا كيف نتعامل مع هذا الخبر اليوم لأن الناس حقيقة وجدت نافذة مبشرة جدا أولا الحمد لله رب العالمين ترى النوافذ المبشرة كثيرة في تخصص الأورام في الفترة الأخيرة التطور اللي صار في السنوات الأخيرة الخمس العشر سنوات الأخيرة والأدوية اللي اكتشفت تعادل التطور اللي صار يمكن في خمسين سنة من قبل ولله الحمد وفيه أدوية كثيرة مشابهة لهذا الدواء ومن نفس الفئة وهذا وتستخدمه بالنتائج جدا رائعة الخبر هذا أخذ الحيز الإعلامي لأنه أول مرة يصير فيه دراسة وفي مرحلة مبكرة اللي في نحن عندنا المراحل الدراسات مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة اللي تعتمد علىها بشكل أساسي مرحلة الثالثة هذا كان في المرحلة الثانية في المبكر وكان فيه استجابة واختفال للورم في جميع المرضى اللي تم علاجهم فيه في جميع المرضى جميع المرضى وهذا اللي أول مرة تحدث هذه الأول مرة تحدث في المرحلة الثانية لكن لازم نلاحظ عدة ملاحظات كما فات بين الجمعية أولا المرض نفسه اللي هو سرطان المستقيم مرض ما هو منتشر بكثرة هذه النقطة الأولى وله حتى في العشرة الأوائل عندنا في البلد هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه ما هي كل أورام المستقيم عالجت بالمرض هذا فيه أورام عندها خلل جيني معين يسمونه مسماتش ريبير فالخبل اللي عندهم هذولة هم اللي عالجوهم هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أن الورام كان محدود في المستقيم وليس منتشر في الجسم تمام رغم أنه متقدم لكن محدود فعادة الدراسات في المرحلة الثانية يكون الهدف منها معرفة تأثير الدواء ففوجي أول باحثين وكذلك المجتمع الطبي بأنه المرض اختفى في هذولة كلهم عدد المرضى 12 مريض جدا قليل بالمعايير اللي تغير لك اللي الممارسة الطبية فننتظر الآن اللي الدراسة اللاحقة اللي في المرحلة الثالثة عادة نكون فيها مئات المرضى وتكون تثبيت لنتائج هذه أو نفيها طيب اليوم طبيا وبحثيا وعلميا يا دكتور وانت في هذا التخصص هل هذه النتائج اللي طلعت على الـ 12 مريض وهذا العلاج يمكن أن يبنى عليها ما في شك أنه يبنى عليها لدراسة في المرحلة الثالثة للمرحلة اللي بعدها لكن لاحظ أنه ما يتبنى عليها لكل أنواع السرطان السرطان أنواع كثيرة جدا وتختلف باختلاف الأعضاء تختلف باختلاف الأنسجة وتختلف المراحل والآن العلاج صار كله باختلاف الخلل الجيني والخلل المناعي في نوع على السرطان طيب أنت اليوم كمختص لما قريت هذا الخبر وتفاصيله والبيان والدراسات اللي حوله لأنني عرفت منك ما شاء الله قبل الحلقة أنك مطلع على كل شي كيف تصفه مبشر مبشر جدا عادي جدا مبشر جدا مبشر جدا جدا وأنه المسار اللي تاخذ الآن الأبحاث في مجال علاج الأورام هو المسار الصحيح لأنه تنظر إلى الخلل على مستوى الجزي على مستوى المناعة على مستوى الخلل الجيني وتعالج ابنان عليه زمان كان العلاج يتم عن طريق أدوية ضد السرطان كلاسيكية وكانت البروتوكولات اللي عندنا حسب العضو مثلا في بروتوكول للرئة بروتوكول لسرطان الكبد حسب النوع الموجود وهكذا الآن لا تغير الوضع صار الأكثر الآن الممارسة حسب الخلل الجيني حسب الخلل المناعي أوقعت بغض النظر عن مكان تواجد السرطان طيب ليش صنفته بمبشر جدا لأنه في الفترة الماضية زيما قلت لك أنه كان فيه تركيز كثير على الأدوية الموجهة للخلل اللي أدى لحدوث السرطان وأنه يطلع لنا حتى لو كان فيه عدد محدود حتى لو كان فيه مرض محدود من النوع السرطان النتائج بالاستجابة الكاملة هذه ما في شك مبشر مبشر سرطانات أخرى موافق على تقدم من سنتين أو حولها ويستخدم في أمريكا وبعض الدول موجود عندهم من ضمنها سرطانات الجهاز الهضمي في المرحلة المتقدمة بعد سرطانات الرحم فبناء على الدراسة هذه الباحثون راح ينقومون بالمرحلة الثالثة وإذا ثبت النتائج اللي تحققت في المرحلة الثانية يحصل على موافقة الجهات المنظمة لهاية الغذاء والدواء ثم يتم استخدامه كعلاج كيف يحصل على موافقتهم وهو حاصل عليها؟ لا هو حاصل عليها في أمراض أخرى في أنواع أخرى وليس في المرض هذا لأن كل استخدام للعلاج في مرض معين فعضوا معين لازم يحصل على موافقة جميل جدا طيب هذه الدراسة الثالثة اللي تشمل عينة أكبر وبعدها يأخذ الموافقة النهائية بالعادة في العرف الطبي والصحي كم تأخذ وقت؟ يعني ما بين إعداد وإجراء والنتائج والتحقق من ثلاث إلى خمس سنوات عادة من ثلاث إلى خمس سنوات طيب خلال هذه السنوات هل يستطيع الأطباء تجريب هذا العلاج على حالات معينة جدا ولا تعتبر مجازفة طبيا؟ في عندهم مثلا في أمريكا أو في أوروبا في عندهم اللي هو الكلينيكل ترالز أو الدراسات البحثية الطبية هذه عادة يستقبلوا الناس فيها ويعالجوهم ضمن بروتوكول معين لكن في استخدام يستخدموا بعض الأطباء ويحصلوا على موافقات عليه نحن نسميه يعني خارج الموافقة يعني أنت صار عندك موافقة من الجهة المنظمة أو نهاية الغذاء والدواء على مرض معين في مرحلة معينة بعض الأطباء يستخدموه أوف ليبل في أمراض ثانية لكن هذا محدود طيب دكتور بصراحة قراءة للمستقبل إحنا جالسين نقرأ أنه التقدم في موضوع أدوية السرطان جالس يسير بشكل كبير جدا صحيح وإن شاء الله أنه المستقبل أفضل بل أنه بعضهم وصل فيه التفاؤل إلى القول أنه يعني ستكون معالجتها ضمن الأمراض البسيطة والعادية مع ابتكارات العلاج القادم إن شاء الله هل هذه الرؤية المستقبلية أنت بحكم تخصصك تشوفها قريبة ومنطقية وواقعية وممكن تصير إن شاء الله نحن نعيشها الآن يا أخي الكريم الآن الآن نعيشها في عندنا مرضى كان علاجه مستخداء يستهلك مننا علاج كيماوي وزراعة نخال العظم وخلافه الآن مجرد حبة حبة حبوب يأخذها الواحد يوميا ويشفى بإذن الله ما هو أنك تسيطر عليه يشفى وفي حالات كثيرة جدا تحول مرضى السرطاني إلى مرضى مزمن حتى أهول من مرضى السكري ومرضى الضغط من ارتفاع الضغط فحن نعيش المرحلة هذه ما يصير هو مزيد من التقدم مزيد من الأبحاث مزيد من تحقيق الفعالية في الأدوية مع تقليل المضاعفات الجانبية ترى الكلام اللي تقوله يمكن معروف لكم كأطباء لكن حقيقة مفاجئ لنا كمجتمع إنك تقول أنه في أدوية الآن قادرة تسيطر عليه وأنه الموضوع يعني أصبح أسهل مما نعتقد لأنه ما زال هذا المرض مخيف للجميع يسمع اسمه لحاله شيء كارثي لكل من يسمعه صحيح صحيح هذا نحن نحسه في المرضى اللي يجونا و أهالي المرضى لكن التطور اللي صار في علاج الأورام والسيطرة عليه وحتى تشفاه منه تطور جدا جدا رائع ومبشر الحمد لله رب العالمين الإشكالية عندنا في المجتمع أنا أعتقد أنه يحتاج إلى مزيد من الوع في الكشف المبكر لأنه تجينا حالات متأخرة للأسف يعني ما تجيك حالات المرحلة المبكرة اللي تحصل فيها الاستجابة جدا رائعة فنحتاج مزيد من الوع في الفحص المبكر في الوقاية مثلا التدخين السمنة الرياضة هذا التطور اللي كنت تقوله قبل شوي دكتور كم تعطي نسبة هو مبدأ ما هو نسبة ما تقدر تعطي نسبة هي مرحلة حين بدأنا فإننا نعيشها وقعدين نوسع فيها وبدأت تنطلق من مرض واحد اللي بدأ في عام قبل يمكن عشرين سنة اللي هو السرطان الدم المزمن وانطلقت الآن إلى أمراض مرة مختلفة ومتنوعة في أمراض السرطان لأن السرطان ما هو مرض واحد نعم فحيننا نعيش المرحلة هذه فالمبدأ نفسه موجود الحمد لله رب العالمين طيب والله يعني هذا كلام مبشر بصراحة يعني يمكن من أكثر الحوارات المبشرة في هذا الموضوع اللي سمعناها هذا يعني يا دكتور أنك تتفق أن المستقبل القريب إن شاء الله يعني سيصير دوائيا التعامل مع السرطان بشكل أسرع وأسهل وأفضل كنتائج جدا ما هو بس دوائيا من ناحية الوقاية من ناحية التشخيص من ناحية العلاج والمتابعة من ناحية الحفاظ على الاستجابة بعد العلاج هذه كلنا نشوف فيها تطورات طيبة في جميعها ما شاء الله طيب هذه التطورات اللي تقولها موجودة اليوم لدينا في مستشفياتنا في السعودية ومتوفرة ولا أنت تتكلم عالميا لا أتكلم عن هنا عندنا ما شاء الله تبارك الله متوفرة متوفرة ونحتاج إلى زي ما تقول إيش مزيد من الأبحاث الخاصة فينا عندنا كمجتمع لأنه في بعض الاختلافات المجتمعية لكن الحمد لله متوفرة عندنا متوفرة في كل المستشفيات ولا في جهات معينة أغلب المستشفيات المتقدمة عندنا متوفرة فيها أغلب المستشفيات المتقدمة نعم إيش نقصد بالمتقدمة لأنه شوف علاج السرطان يحتاج مراكز متخصصة ويحتاج خبرات متخصصة ويحتاج تجهيزات متخصصة وهذا الحمد لله بدأ تركيز مثلا الحكومة عليها والوزار ووزارة الصحة من حوالي أربع خمس سنوات وفي نشاط جدا يعني رائع في المجال هذا على مستوى المناطق الطرفية حتى لكن ما في شك نحتاج مزيد من المجهود في هذا خاصة أنه عدد الحالات يتزايد طيب هذا التطور العلاجي اللي تقوله حاصل لمختلف أنواع السرطان ولا لنوع معين لا مختلف الأنواع مع درجات متفاوتة حسب الأنواع عندك سواء كانت الأورام الصلبة أو حتى الأورام السائلة اللي يعقص الدم وخلافه والله أنت تزيد هنا فوق التبشير تبشير أو فوق البشارة بشارة عفوا يعني على المصطلح فالله يزيد هذه البشائر طيب دكتور في صور علاجات التواصل معك ثلاثة الحلقة قلنا بنعرضها ونأخذ تعليقك عليها بنشوف بنعرض واحدة من هذه الصور ونأخذ تعليقك عليها وعلى هذه الصور تفضل هذه بس نعرف فيها أنواع العلاجات المتوفرة للسرطان بشكل عام فعندك أنت علاج الجراحي عندك العلاج الكيماوي لو تقولها لنا باللود الأحمر وش هو؟ نبدأ من اليمين الأحمر اللي هو الإمينوثرابي اللي هو العلاج المناعي اللي يندرج تحته الدول الجديد اللي تتكلم عنه اليوم الثاني الأزرق اللي هو الراديشن ثرابي اللي هو العلاج الإشعاعي كما هو معروف الثالث الأخضر اللي هو التاركيت الثرابي هذه اللي هي الأدوية الموجهة لخلية السرطان نفسها حسب الخلال الجيني بشكل أساسي الرابع اللي في الوسط البوتقالي اللي هو الكيموثرابي هذه الأدوية الكيماوية اللي تشتغل على عدة أنواع من الخلايا اللي الكلاسيكية نقدر نسميها عندنا في اللي هو الأزرق الخفيف اللي هو البومارو ترانسبلنتيشن لزراعة نخال العظم وهذه يستخدم في سرطانات الدم بشكل أساسي ثم الجراحة وأخيرا اللي هو العلاج الهرموني فهذه هي الأنواع من أول كنا نتكلم بس على كيماوي وجراحي وإشعاعي فالآن الحمد لله توسعت مجالات العلاجات طيب دكتور بعد شوي بنعرض صورة لأحد العلاجات اللي قلنا بنتحدث عنها بس ألك اليوم تطور هذه العلاجات إلى أي مدى رح يقلل من فكرة الجراحة أنا أعطيك مثلا في الدراسة هذه مثلا المرضى كان كان إيش الستاندرد كير حقهم إيش العلاج المتعارف عليه عبارة عن كيماوي وجراحي ثم بعد كذا متابعة طيب الآن اللي أخذوا الأدوية هذه ما احتاجوا جراحة ولا احتاجوا كيماوي احتاجوا بس العلاج المناعي فقط ما احتاجوا جراحة بمعنى أن الورب نفسه زال زال اختفى مع الأدوية مع الأدوية هذه نعم وهذه نشوفها في أدوية ثانية في أمراض ثانية حين نستخدمها الآن برضو هذا فوق البشارة والبشارتين صارت ثلاثة الله يبشرك بكل خير خلونا نشوف هذه الصورة معنا الحين وبيعلق عليها الدكتور أيضا هذا الدواء وليش طلبت التعليق عليه تحديدا هذا كان قبل سنتين أو سنة ونص كان اسمه فتراكفي هذا الدواء كان أجيز من هيئة الغداء والدواء الأمريكية كأول دواء في طريقة العلاج وطلع صدق إعدام إعلام كبير على الدواء هذا أنه بيعالج كل أنواع السرطان وخلافه فصار فيه تضخم في الرد الإعلامي زي ما هو صاير مع الدواء هذا الدواء هذا كان محوري لأنه أول مرة هيئة الغداء والدواء الأمريكية توافق على علاج للسرطان بغض النظر عن موقعه في أي عضو يعني هو نفس العلاج هذا ممكن يعالج لك سرطان في القولوم في الكبد في الرئة طالما أن الخلل الجيني والمناعي موجود فيه فهذا كان نقطة تحول في انطلاقة علاج الأورامي هذا قبل سنتين قبل سنتين أو سنة ونصف وين وصل فيه الموضوع الآن؟ وما زال يستخدم في مجاله كما هذا كما وفق عليه يعني في بعض الأورام فيها الخلل الجيني اللي يحتاج أو يستفيد من العلاج هذا ويستخدمه الأطباء الحمد لله فهذا ماشي بس أنا نحن ليس جبنا على أساس أنه نقول أنه أوقات يصير رد فعل إعلامي أكبر من الحقيقة لكن هي كلها عبارة عن نقاط تحول في مسار علاج الأورام بشكل عام واضح جدا طيب هذا رد الفعل اللي أكبر من الحقائق حاصل مع العلاج الأخير اللي أعلن ولا تشوف أنه لا أنه يستحق هذا التهويل فيه نوع من المبالغة فيه نوع من المبالغة لأنه العلاج زي ما قلت لك هم موجود وموافق عليه لعلاج أورام ثانية لكن الملاحظة لنا حنا في مجتمع علاجات السرطان أنه فعلا الاستجابة التي تصير في المرحلة الثانية من الدراسات لجميع المرضى هذه غير مسبوقة جميل طيب يعني والله كلمة غير مسبوقة لحالها يا دكتور تعطي مبرر للتداول الواسع صحيح لأن تعرف أن الناس يعني ودها أنه يكون فيه شيء جذري لهذا الموضوع والله يسهلها هذه الأدوية التي تكلمت عنها سواء الدواء الأخير هذا والأدوية المعينة السابقة اللي ما احتاجت أي تدخل جراحي وأشياء أخرى وتم معها الشفاء بإذن الله تعالى أو بقدرة الله هل لها أعراض جانبية مثل الأعراض الشائعة على استخدام الكيماوي مثل تساقط الشعر وغيرها هذه من الأشياء الجميلة في الأدوية الجديدة الحقيقة المضاعفات جدا قليلة معذرة وعادة ما يكون فيه حسب نوع العلاج لكن عادة ما يكون فيه تساقط للشعر ولا فيه مثلا التهابات حادة ولا فيه نقص حادة للمناعة فكل الأعراض الكبيرة لده يعني قلت بشكل كبير جميل طيب هذه التجربة الدوائية الأخيرة اللي أجريت على 12 وين كان محيط التجربة ومصدر الخبر والأبحاث وكل تفاصيلها الدراسة أجريت في مستشفى في نيويورك اسمه سلون كيترينغ وبدأوها قبل حوالي سنتين بدأوا الدراسة وكانوا أخذوا المرضى اللي عندهم المرحلة المتقدمة نوعا ما للمرحلة الثانية والثالثة في المستقيم لكن غير منتشر ما زال داخل المستقيم وبدأوهم بالعلاج هذا جرعة كل ثلاثة أسابيع لمدة ستة أشهر ثم يتابعوا المرضى فيما بعد فأثناء نشرت دراسة كانوا قدروا يحللوا بيانات 12 مريض اللي هم انتهوا من الستة الأشهر هذه والحمد لله كما الخبر نشر في الدراسة أنه 12 المريض هذوله اختفى منهم المرض تماما بكل الدراسات اللي ممكن بكل التحاليل والأشعاعات اللي ممكن أنهم سووها طيب دكتور العلاج هذا اللي أجري عليه 12 هو عبارة عن إيش يعني أقراص هو عبارة عن إبر لكن أنا الحقيقة عندي شريحة تتكلم عن طريقة عمل الدواء هذا الدواء نشوفها يا شباب أعتقد أنها من ضمن الصور الموجودة عندنا خلونا نشوفها إذا كان أمكن هذه هي نعم اللي نحن نتكلم على صورة اللي في اليسار خلينا النقام في اليسار الخلية الزرقية هذه الخلية التائية المناعية لأنه فيها بائية وتائية فهذه اللي هي الخلية التائية الأصفر الخلية باللون الأصفر هذه خلية الورم نفسه خلية السرطان فنلاحظ أنه فيه جسرين بين الاثنين الجسر الأول هذا تواصل الخلية مع الخلية الثانية الجسر الثاني هذا عبارة عن خداع تخدع فيه خلية السرطان و خلية الجهاز المناعي كيف تسويه؟ لما يوصلوا الخلية المناعية في عندهم حاجة يسمونها PD-1 هذه اللي هي تقتل الخلية السرطانية فتقوم الخلية السرطانية تنتج رابط لنفس البروتين الموجود على الخلية المناعية فيتم بينهم التواصل لما يتم التواصل هذه الخلية التائية لحق المناع تقول لا هذه مني هذه صاحبتي فما تقتلها هذا عمل العلاج الجديد العمل العلاج الجديد في الجهة الثانية لو تشوف المثلث الأحمر يقطع الجسر إذا قطع الجسر هذا تقول الخلية التائية حق المناعة لا الخلية الثانية هذه خلية السرطانية لازم اقتلها وتقتلها وتمنع تحايل الخلية السرطانية على المناعية بالتأكيد لأنها تمنع وصول الجسر ما بين التنتين وهو عبارة عن أبر هو عبارة عن أبر نعم صحيح يعطقت لي المدات كم؟ كل ثلاث أسابيع لمدة ستة أشهر كل ثلاث أسابيع لمدة ستة أشهر يحتاج أن يأخذ أدوية أخرى معه أو لا؟ لا عادة لا طالما ما في مضاعفات ما في أشياء عادة لا جميل جدا والله أنا أشكرك على هذا الشرح الوافي جدا يمكن باقي معي قليل من الوقت أبسألك فيه عن الخطوات القادمة اللي راح يسوونها في أمريكا كباحثين بعد النتائج هذه وش الخطوة الجاية؟ بالنسبة للمرض هذا بالنسبة للدواء هذا لوت الآن لوت تجهيز للمرحلة الثالثة من الدراسات اللي هي توسيع عينة الدراسة توسيع عينة هذه وإجراء البحث على أساس أنه معرفة كفاءة العلاج في إحداث الاستجابة اللي حصلوا عليه في المرحلة الثانية طيب هذه تأخذ لها من ثلاث إلى خمس سنوات ككل الدراسة كاملة ما بين الإعداد وإجراء الدراسة وتحليل البيانات والتقديم لهاية الغداء الدواء من ثلاث إلى خمس سنوات عادة بعدها؟ عندما يحصلوا على الموافقة يقدروا يستخدموه في هذا في النوع المرض هذا لكن هم أريد الشركة نفسها لوت جي أس كي الشركة أريد عندهم موافقات على سرطانات ثانية يستخدموه فالطباء يستخدموا الآن الدواء هذا في سرطانات أخرى طيب ما بين من يقول دائما في علاج سرطانات أو غيرها أن هناك شركات دوائية تبيع الوهم وتستغل وتبالغ علشان تبيع أكثر وبين اللي يقول لا أن الأبحاث والعالمين والعلماء وذولا واقفين بالمرصاد وما يسمحوا بأي تجاوزات في هذا الموضوع بصراحة المعركة هذه موجودة في أدوية السرطان أم لا؟ أنا اللي قلت لك حنا اللي نشوفه الآن كتطور وكاستجابة لمسناها كممارسين خلال العشرين سنة الماضية التطور هذا ما سبق حصلنا عليه على مدى خمسين مئة سنة قبل كذا هذا كلام جميل جدا الحمد لله وبرضه مبشر جدا ويعني أن الأمور متجهة إن شاء الله إلى الأفضل بإذن الله تعالى وكلنا متفائلين كلنا متفائلين الحمد لله الآن الأبحاث اللي تتم في سنة كانت تتم في عشرين سنة من قبل لأن أدوات البحث تطورت الحمد لله فأبدأ أنت بتشوف تساره خلال العشر سنوات ما شفت يمكن في الخمسين اللي راحت ما فيها اللي صار إلى الآن جميل أخيرا أنتم اليوم كأطباء سعودي متخصصين في هذه الأمور تشاركون في هذه الأبحاث أو في الإطلاع على نتائجها أو في المشاورة فيها أو تقديم أفكار ومقترحات معينة في مشاركة سعودية في الموضوع نعم في مشاركة وفي مشاركة ومتطورة بمعنى أنه لو شفت الآن المشاركة السعودية لزملائنا في المستشفيات الكبيرة مع جملائنا في الدولة الثانية سواء كان أمريكا وربعا عن طريق شركات الأدوية لا وجودنا على الدراسات أفضل بكثير رغم أنها قل من المأمون لكن أفضل بكثير رفحنا على المسار ونأمل إن شاء الله تعالى أننا نصير حنا المبادرين في الأبحاث هذه كيف؟ كيف بتخصيص المزيد من الدعم للأبحاث وأيضا بتقبل المجتمع للأبحاث لأنه بدون الأبحاث ما يتطور العلاج المراكز البحثية الموجودة عندنا الآن في هذا الموضوع كافية ولا ما زالت تحتاج إلى الكثير؟ تحتاج وأنا أعطيك خبر مبشر آخر إن الحمد لله وزارة الصحة أنشأت مركز الأبحاث الوطني للأبحاث الطبية وهذا إن شاء الله تعالى لبنا في مستقبل الأبحاث دكتور حمد شكرا جزيلا لك وليحضورك معنا في أهلا وشكرا حقيقة لكل نوافذ التفاؤل هذه اللي جالسة تفتحها اليوم وإن شاء الله فعلا نلمسها الآن مثل ما تقوله مستقبلا بإذن الله بإذن الله تعالى شكرا جزيلا لك أشكر كثيرا الدكتور حمد العمر على طرح مثل هذا الموضوع ومع ليش أنا مفروض أني أختم الفقرة لكن في سؤال خطر في بالي إذا تسمح لي يا دكتور وأخذ من وقتك نص دقيقة أو دقيقة العلاج النفسي أو التقبل النفسي والتهيئة النفسية لمصاب السرطان مع وجود هذه الأدوية المتطورة اليوم تفرق أو لمالها علاقة متحسنة بشكل مرة كبير لكن أيضا في عندنا جانب أهلي غير ربحي خيري في لجان وجمعيات تدعم المرضى في المجال الدعم النفسي الآن جميل أو حتى هو بينه وبين ذاته مستوى تحسن نفسي في الموضوع يساعد مع الأدوية أو إلا ما له علاقة الموضوع الدراسات أثبتت بما لا يدع بالشك إن الإنسان اللي يدخل على العلاج بتفاؤل بغضرنا عن علاج نتائجه أفضل بكثير من اللي يدخل على علاج بتشامل شكرا جزيلا لك يا دكتور أشكر الدكتور حمد حقيقة إنه واحد من أكثر الحوارات المبشرة جدا في هذا الموضوع وقبل ما نبدأ هذا الحوار أو نفتح ونعم كان الخبر معطينا شيء من التفاؤل والسعادة والأمل ولكن ما توقعت إنه كمية الأمل والتفاؤل حتتسع إلى هذه الدرجة في حديث الدكتور حمد آل عمر وعلشان بكرا اللي حيشوفوا هذا اللقاء يعرفوا مين الشخص اللي يتكلم أبعد لكم من الدكتور حمد آل عمر استشاري أمراض وسرطانات الدم ومؤسس المركز الوطني لأمراض الدم والأورام بالرياض بمعنى أنه ليطلق كل هذه التصريحات اليوم والوقائع والأحداث والمعالجات هو شخص من صميم هذا التخصص أسأل الله الشفاء والصحة والعافية لكل المرضى وأن تزيد من الخطوات المباركة باتجاه العلاج النهائي لمثل هذا المرض وغيره من الأمراض هذا فاصل ثالث في حلقتنا وبعد ألقاكم